تعددت ممارسات وحدات الحماية الكردية واختلفت أساليبها بحق أهالي ريف الحسكة وريف عين العرب كوباني فبأمس ليس ببعيد قامت فصائل عسكرية تابعة لغرفة عمليات بركان الفرات وتحديدا وحدات الحماية وكتائب شمس الشمال بحرق آلاف الهكتارات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون شاملة 34 قرية جميع سكانها من الأكراد أما اليوم فيبدو أن الدورة جاء على البشر بعد أن أحرق الشجر ناشطون من هناك تحدثون عن حالة نزوح كبيرة للمدنيين شهدها الريف الغربي لمدينة الحسكة هربا من المعارك التي تدور رحاها بين تنظيم الدولة ووحدة الحماية الكردية صور تم تداولها تؤكد بما لا يدعو مجالا للشك خروج مئات العوائل من أهالي رأس العين وتل تمر من مساكنها بحثا عن مخرج آمن وذلك بعد أن باتت قرهم ساحة لأعنف المعارك مصادر متطابقة تؤكد تدمير وحرق وحدات الحماية الكردية لأكثر من مئة منزل في قرى تابعة لمنطقة تل تمر وجبل عبد العزيز وتهجير أهلها بعد اتهامهم بالانتماء لتنظيم الدولة وفي الوقت الذي قطعت عن أهالي الجزيرة السورية لسيما المهجرين من قرى تل تمر وريف رأس العين وجبل عبد العزيز جميع أسباب الحياة يعيش الأهالي من تلك القرى ظروفا إنسانية صعبة مصير مشابه تعرض له أكثر من أربعين ألف مدني من بلدة تل حميس والقرى التابعة لها عقب سيطرة وحدات الحماية الكردية عليها قبل شهرين سياسة تبدو أنها السمة التي باتت تطبع تصرفات تلك الوحدات تجاه القرى التي تقتحمها سواء كانت عربية أو كردية ما يحدث في محيط عين العرب والحسكة وريفها من تهجير قصري وحرق لأرزاق الأهالي من قبل قوات الحماية الكردية أمام مرأة ومسمع عمليات بركان الفراد ناقوس خطر دقه ناشطون وحقوقيون كرد محذرين من أن استمرار هذا الفعل سيقوض ما عمل عليه لسنين سعيا وراء المحافظة على عقد الجزيرة السورية الاجتماعي اه جيارك